أستاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو الانتناشر من سلسلة شرح برنامج الميكروسوفت وورد وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم كيفية تنسيق الكلمات من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب في البداية علشان تنسى الكلمات انت محتاج لأنك تعرف ازاي تقدر تغير نوع الخط عشان تغيرت نوع الخط لازم انك بتزلل المحتوى اللي انت عايز تغير نوع الخط بتاعه زي ما اخدنا في الفيديوهاية الخاصة بالتزليل او بقى انك بتغير نوع الخط قبل ما تبدأ اصلا في كتابة الكلام طيب انا دلوقتي ظللت المحتوى ده قادر اغير الخط بتاعه من هنا بقى اني هضغط على الجزء ده وهلاقي بقى ان الخط بتاعي بيتغير معايا بشكل طبيعي على حسب الوضع اللي انت عايزه والشيء اللي انت تحب انك تختاره هتلاحظ بقى ان في بعض الخطوط ما بيبقاش فيها small و capital زي الخط ده وفي بعض الخطوط زي الخط ده بيبقى فيها capital و small اختار الخط اللي يناسبك من القيمة دي ونشرح لكم في فيديوهاية تالية باذن الله ازاي تقدر تثبت الخطوط على جهازك طيب انا دلوقتي غيرت نوع الخط تقدر تغيره برضو عن طريق الضغط هنا وتفتح القيمة المختصرة لي الخط فهتلاقي عندك الخطوط المستخدمة وتقدر تعمل منه التغيرات اللي انت عايزها واللي كان الاختصار بتاعها control D طيب انا دلوقتي عايز اعمل الحاجة التانية بقى اني عايز اغير حجم الخط تقدر بقى انك تغير حجم الخط عن طريق حاجتين الحاجة الاولانية المقاس بتاع الخط سواء ان انت تاخد المقاسات اللي هو بيجهزها لك هنا بشكل افتراضي بقى انه بيقولك ان دي اكتر الناس اللي بيستخدموا البرنامج بيستخدموا الخطوط دي فتقدر انك تختار الرقم اللي انت عايزه من المقاس او تقدر بانك تضغط ضغطتين وتكتب المقاس اللي انت عايزه بشكل يدوي سواء كده او كده انت بتختار الحاجة اللي تناسبك طيب لو انا عايز اعمل تجبير او تصغير للخط اخدنا الاختصار بتاع control D او control G والاتنين عكسة بعض control D بيبدأ انه يكبر لك control G بيصغر لك لو انت عايز تمشي بالقوايم عندك ال A وعلامة لفوق دي بتكبر وعندك ال A وعلامة لتحت ديت بتصغر سواء ديت او عن طريق control D او control G او عن طريق التلاعب في مقاس الخط بشكل طبيعي لك كل الحرية في اختيار الطريقة اللي تناسبك دايما احنا بننصح بان الخط بتاعك يكون مقاسه ما بين 14 الى 16 لانه ده المقاس الطبيعي اللي انت هتشتغل به لو انت عايز اكبر من كده فديت تبقى لحالات خاصة في بعض الملفات مش في كل الملفات طيب انا دلوقتي عايز اعمل نوع من انواع التعديلات اللي بتحصل في الخطوط انا دلوقتي هتلاحظ بانه اعمل لك حروف capital هي اول حروف في الكلمة لو انا عايز اغير الوضع ده capital وال small بتبدأ انك تكتبهم عن طريق انك تفعل زرار caps lock بعد كده تكتب فهتلاقي بان كل الحروف اللي انت عايزها capital تقدر بانك تمسح هتفعل زرار caps lock وهتكتب اول حرف بعد كده هتطفي زرار caps lock وبعد كده بتكمل طيب انا عايز اكتب بطريقة مختلفة هتضغط على shift مع الحرف اللي انت عايز تكتبه capital من غير ما تفعل زرار caps lock shift و capital هتلاقيه بيكتب لك حروف capital لو انت خلصت الحرف اللي انت عايز تكتبه capital هتسيب زرار الشفت وهتكتب عادي الكلمة اللي انت عايزها بشكل طبيعي طيب ده الشكل الاولاني اللي انا هتحتاج فيه capital وال small طيب انا عايز اخلي الحروف بتاعتك كلها small او اخلي الحروف بتاعتك كلها capital هتعمل ايه من طريق الحرفين دول هتضغط عليها هتلاقي بانه لو انت عايز النظام اللي موجود فيه الجمل بان اول كلمة بس هية اللي تبقى capital والي تبقى small ما فيش مشكلة لو انت عايز ان كله يبقى بحروف صغيرة كله small ما فيش مشكلة لو انت عايز ان كل الحروف في الكلمات تكون وبعد كده بقيت الحروف تبقى كابتل هتاخد الاختيار ده فتلاحز انه تطبق لك الحاجة اللي انت عايزها. غالبا في الجمل انت هتاخد العنوان الخاص بالجمل ولكن لو انت بتتعامل مع اسماء او عنوين نفضل بانك تاخد الاختيار ده او بانك هتختار اختيار الجمل وبعد كده هتبقى بشكل يدوي اثناء الكتابة الحاجات اللي انت عايز تعملها بتعملها كابتل طبعا باعتبر بان ده اسم هنختار الشكل المناسب للاسم بانه يخللنا كل الحروف الاولى من الكلمات كابتل والبقية اسمول طيب انا بعد كده عايز اخلي الخط ده عريض في بعض الخطوط بيبقى فيها خط عريض وفي بعض الخطوط لا عشان تخلي الخط ده عريض على سبيل المثال هنشرحه على كلمت مايكروسوفت وورد عشان تخلي الخط ده عريض قدامك حجام الاثنين ان ك تضغط على بي لما انت تظللها لو انت اضغط عليها تاني هيشيل التظليل او انك تضغط على كنترول بي فهتلاقيه يظلل لك الكلمة لو انت عايز كتابة تبقى ميلة هتضغط على الاي او كنترول اي لاحظ الميل اللي حصل لما احنا ضغطنا عليها عايز تعملها بالقيمة او بكنترول اي انت حر طيب في عندك نوع تالت من التأسيرات اللي انت ممكن تعملها لكلمة وهي الكتابة المسطرة على سبيل المثال انا عايز ان الكتابة دي تيبقى تحتها السطر ضغطنا على كنترول يو او بالضغط على الزرار ده في دلوقتي امكانية بانك تغير الخط اللي موجود تحت الكلمة فتقدر من خلال السهم اللي موجود جنب بانك تختار سطرين او انك تختار سطر عريض او انك تختار سطر بنقط تقدر انك تختار السطر اللي يناسبك انت هنا مش ملزم بشكل محدد لو انت عايز تتلاعب في اللون بتاع السطر ده تقدر بانك تتلاعب في السطر ده في حالة لو انت بتعمل مذاكرة او التقرير وانت عايز تلفت الانتباه لبعض الكلمات فتقدر بانك تعمل الاجراء ده طيب في حاجة كمان تقدر بانك تعمل سطر على الكلمة بنفس الفكرة ديت لو انت مسلا بتقدم ورقة وبتقول ان في معلومة غلط خلوا بالكم منها فانت كتبت المعلومة الغلط وشطبت عليها بالشكل ده آآ فممكن تستخدم الفكرة دي طيب انا دلوقتي عايز اعمل تعديل تاني من انواع الخطوط لو انا مسلا عايز اكتب سي او تو انا عايز اخلي الرمز ده مكتوب تحت طيب هقدر اعمل ايه تقدر بانك تضغط على الرقم بتاع اتنين اللي انت عايزو يتكتب اسفل الكلمة علشان نوضحها هنكبر الخط لحضراتكم دلوقتي هقوم ضغط على الاكس اللي جنبها اتنين تحت او كنترول يساوي فهتلاحز بانه نزل الرقم تحت طيب لو انا عايز اني اعمل اص اقدر باني اظل الرقم اللي انا شفت زائد فهتلاقي الكلمة بقت بالشكل ده في تغيير تاني من التغييرات اللي انت ممكن تعملها في الخطوط وهي بانك تقدر تغير اللون بتاع الخط على سبيل المسال اقدر باني اغير اللون بتاع النص ده عن طريق الضغط هنا على حرف الايه وبعد كده ابدأ اختار اللون اللي يناسبني طيب بفرض بانا الالوان دي ما نسلمتنيش تقدر بانك تضغط على بعد كده تبدأ انك تختار الالوان المخترحة فتقدر انك تختار اللون اللي انت عايزه هتنتبه لان في بعض الالوان ممكن ما تكونش مدعومة في الطباعة فهتكون مدعومة في النسخة المرأية بس من الجهاز هنا لازم تتعرف على الطبعة بتاعتك لو الطبعة بتاعتك الوان ايه هي الالوان اللي بتدعمها وايه الالوان اللي ما بتدعمهاش طيب لو انا اللون اللي عايزه ما هوش موجود في المجموعات اللونية ديت. تقدر بقى انك تضغط له على وتختار الجزء اللي انت عايزه. عن طريق التحكم في القايم ديت. تقدر لو انت بتتعامل مع برامج بقى انك تستخدم آآ نظام في انك تاخد الارقام بتاعت اللون اللي انت عايزه وتدخلها بشكل طبيعي واللي هينتج عنها اللون اللي موجود قدامك. او لو انت عندك الكود بتاع الرقم ده تقدر بقى انك تدخله بشكل مباشر. هتلاحظ مسلا بان اللون ده مسلا بيتغير لما احنا نضغط الحرف ده. فاللون اتغير عن الحاجة اللي موجودة. ده تغيير لون الكلمة. طيب لو انا عايز ازال الكلمة ديته واخلي ان فيه تزليل سابت ليها. تقدر من خلال الماركر ده بقى انك تختار ايه تزليل اللي انت عايزه. ولكن هنا في الحالة ديت بيبقى التزليل لالوان محددة. مش لكل الالوان يا اما بقى انك تلغي التزليل عن طريق نوع كالر. فتقدر هنا تعمل الخاصية دي. في قيمة مختصرة ممكن تستخدمها. عن طريق بقى انك مجرد ما تزال لأي حاجة بيظهر لك القيمة المختصرة ديت اللي هي في النهاية بتبقى نفس الكلام اللي موجود عندك فوق. لو انت تلاحظ هتلاقي فيها اسم الخط. النوع بتاعه. التزليل بتاعه. اللون الخط. الترقيم التلقائي واللي احنا نشرحه في فيديوها تالية. بعد كده الاسطيل بتاع الكلمة. النوع الاخير من تأسيرات الخطوط بانك تقدر بانك تزلل النص بتاعك وبعدين بتيجي على حرف الايه اللي موجودة عندك بالشكل ده. تضغط عليها وتختار الشكل اللي انت عايز تعمله فيه التأسير. بتلاقي فيه تأسيرات جاهزة ومقترحة ليك. وتقدر بانك من خلال التأسيرات الجانبية ديت بانك تتحكم ايه الحاجة اللي انت عايزها. على سبيل المثال انت عايز حدود للكلمة. انت عايز ظل للكلمة. انت عايز اه ان الكتابة بتاعتك تكون بشكل خفيف او ليها لون وراء زي اه زي ما انتو شايفين في الاجراءات بتاعتك. الاسطايل اللي انت بتختاره هنا للكتابة انت حر في اختيار الاسطايل اللي هو يعكس شخصيتك في الملف بتاعك وليك كامل الحرية في التعامل مع الاسطايل اللي انت عايز تعمله. بكده نكون انتهينا من الفيديو الخاص بتنسيق الكلمات. نشكر حضراتكم ونتمنى نحضراتكم كل التوفيق. ونتمنى انكم تشارفون بالاشتراك في الخناة. اشتركوا في القناة